يا أختي الكريمة احنا من يوم تبش الجائحة لحد هذا اليوم بريح الإمام حسين عليه السلام لم يغلق مستوح متاح لكل الزائرين وكل المواطنين على مدار الساعة ولكن احنا عدنا إجراءات صحية مشددة نتخذها للعطبة حتى إذنية من تعطير من توزيع سمامات من توزيع مواضيع تعقيم مواضيع تعقيم متوفرة في كل أرجاء الصحن للحسين الشريف وقلت عن الزائر أجل المراسل الزائرة بالأيام العادية وكذلك في محرم نعم يعني يوم أمس تم نصب كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الشخص الزائر يعني ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع شنو آليتها شنو الاستفادة من هاي الكاميرات يعني راح تقدرون سيطرون على الجايين المصابين تفرزون بين المصاب والعدم المصاب يعني نعم هذه البوابات هي ضم أكثر من خدمة تم وضحها في أضراض المرقب الشريف عددها 50 بوابات بها كاميرات للحرارية بقياس درجة حرارة الشخص الزائر وكذلك كاميرات أمنية وكذلك هم كاميرات تلقف عدسة العين فهذه الكاميرات مهمتها هي الزرارة الزائر وكذلك الممتسيب ما راح يستش الزائر يعتمد على هذه الكاميرات وبالنتيجة حتى يستش الزائر ما بين الشخص الممتسيب وما بين الزائر وربما أحد الزائر راح يكون هو عند الفيروس من خلال هذا الممتسيب يلعن يلعن في الآخر يلقف الفيروس وبالتالي العدل المحتني وضع هذه البوابات بحيث يكون هناك تبتيش يعني راح تعتمدون على هذه الكاميرات ما راح تستخدمون المحرار اللي يستخدمون حاليا في المولات والسوبرماركت اللي هو يكون يعني الشخص قريب على الشخص اللي يقيس للحرارة هذا المحرار لأنها الكاميرات أصلاً اللي موجودة من أصفات عالمية ورح يكون دقيقة جداً بقية زرية الحرارة وكذلك بفحص الزائر ومعرفة ما يحمله الزائر من أدوات معدنية أو كذا فلذلك هي راح تكون كافية وبتغني عن قضية تبتيش الزائر نعم نعم يعني مثل ما نعرف أنه العتبة داماً هي تتكفى الموضوع الأكل والشرب بالنسبة للزائرين يعني اليوم هل راح تتوفر على هذه الإمكانيات الأخرى للمسلزمات الطبية بالتحديد نعم العتبة الحكينية ومنذ يوم أمس أعننت تنفيذاً وتنفيذاً لتوجيهات المبجعية الدنيا العجاب فعنت بالتوزيع الأكل على شكل وجبات جاسة يعني المواد غضائية جاسة للعوائل المتعصفة نعم بحسب توجيهات المبجعية الدنيا العليا ما راح تكون هناك تنفيذ أطعام مبازجة تراحيمة في الإمام الحكتين أو في الأماكن التابعة لأعتبر الحكتينية أو المواكب وكذلك دعت أطحاب المواكب الحكتينية وشكلت لجنة إلى تنفيذ المواد الغضائية ليس بشكلها طازل وإنما على شكل مواد جاسة لعوائل متعصفة وذات الدفن المحجول ومن نجيزة إن شاء الله ما راح تكون توجيه للطعام وكذلك بالنسبة للمواد المواد التعطيم فهي موجودة متنصرة بكميات كبيرة وراح تكون توجيهة على الزائنين حتى يدخونهم للمواكب الشديث نعم